السلام عليكم حمالة صدر هي التي ترتديها المرأة لتغطية وشد الثدية وقد تم اقتراعه في اواخر القرن التاسع عشر ليحل محل الكرسي وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمته النساء الدولة الفرعونية منذ الاف السنين بالطبع تعرفون عن اليوم العالمي لخلاع حمالة الصدر وقد جاء هذا ليس من فراغ وانما من التأثير السلبي للبس حمالة الصدر على صحة المرأة لا تصدع اي امرأة او فتاة لاستغناء عن حمالة الصدر ولانها تعد من القطع الاساسية في ملابس كل امرأة وترتديها المرأة بشكل ثابت يوميا سواء كان ذلك خارج المنزل او داخله ولكن هل تعلمين ان الدراسات الحديثة اثبتت خطورة ارتداء حمالة الصدر بشكل دائم؟ وقد اكتشف مؤخرا ان ارتداء حمالة الصدر يتسبب في العديد من الامراض واولهم سرطان الثادي ذلك لان بعض السيدات قد يرتدين حمالة الصدر وينمون بها وفي امريكا واليابان قد تم عمل ابحاث عديدة على تأثير حمالة الصدر على صحة المرأة فوجدوا انها تسبب العديد من الامراض ذلك لانها تضغط على الصدر فتمنع من وصول الدم للثادي هذا قد تم دراسته على عديد من النساء من سن الثمانية عشر عاما وحتى الخمسون ان الصدريات حمالة الصدر تتسبب ايضا في عدم انتاج الكولاجين في جسد المرأة مما يجعل تأثيره سلبيا عليها ويضر بجلد الثادي وقد كانت من مميزات حمالة الصدر انها تشد الثادي وتجعل شكله مناسبا وكذلك تشد ترهولات نوعا ما الا ان الاضرار لتلك الحمالة ومنها السرطان وعدم انتاج الكولاجين جعلت بعض السيدات يحرقونها شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة